في البحر تكمن أسرار الجمال وتفصل لنا عظمة إبداع الخالق عز وجل في أشكالها الغريبة وألوانها الممتزجة تجعلنا نغوص في أعماقها ونتفكر في هذا العالم العجيب كالشعاب المرجانية لمزيدا من التفاصيل نتابع التقرير التالي ولنعوده تعد الشعاب المرجانية في ألوانها البراقة وجمال أشكالها وتصميمها المتقن سحرا للجمال فلا توجد منطقة طبيعية في العالم تضاهيها فهي مستعمرة بحرية تحتوي على تنوع ضخم لأشكال الحياة من النباتات والحيوانات التي تتفاعل مع بعضها لتشكل نظاما بيئيا وتقدم منافع كثيرة من خلال تفاعلاتها المختلفة مع الأنظمة البيئية المجاورة يعتمد 25 من الكائنات البحرية على الشعاب المرجانية في الغذاء والمأوى إذ تعد هذه الشعاب موطناً لأكثر من أربعة آلاف نوع من الأسماك وسبعمائة نوع من المرجان وآلاف النباتات والحيوانات لهذا فهي تمثل رافداً أساسياً للثروة السمكية من خلال تزويدها للمناطق المجاورة بصقار الأسماك والأحياء البحرية وتعد بذلك داعماً للمخزون السمكي الذي تقع فيه وكذلك تصدر الشعاب المرجانية كميات هائلة من المواد العضوية إلى البيئات المجاورة لها وتمثل مصدراً قوياً يحمي السواحل والبيئات البحرية البيئة البحرية كأي بيئة لا بد لنا من الحفاظ عليها لأنها تحتوي على ثروات كثيرة يمكن الاستفادة منها في حل مشكلاتنا الاقتصادية والقذائية وهذه الثروات هي إرثنا للأجيال القادمة ومن هذا التقرير المميز فالحقيقة ننتقل إلى ضيفتنا لليوم هي شخصية توجيد التعامل مع العدسة ونقل الحياة بزواياها المختلفة وطورت موهبة التصوير من خلال الممارسة والالتحاق بالعديد من الورش والدورات في مجال التصوير ونرحب بضيفتنا لليوم آية راشد سالم المزروعي صبح شاء الله بالخير آية ويوم مرحبا بتويانا قبل شوي شفنا تقرير الشعاب المرجانية وأنت أيضا محبة لتصوير الطبيعة فلو نتحدث أيضا عن دخولك تقريبا عام 2018 وكانت البداية من الهاتف المتحرك فلو نتحدث أيضا عن هذه البداية في البداية كانت الهواية بس كان يجسد لحظات وأن أحتفظ فيها فحبيت أن أنا أطور المهاراتي في التصوير فأخذيت أكثر من ورشة وأكثر من دورة والحمد لله بفضل الله من فضل أمي وصلت اليوم للي أنا أباه في 2019 تقريبا حبيت أن أنا أطور المهارة وبدأت أن أصور بالكاميرا والحمد لله اليوم أقدر أقول أنا مصورة متمكنة يا سلام ذكرة آية أن 2020 حققت حلمها نعم شو كان الحلم؟ أنت تكونين مصورة ناجحة مصورة ناجحة كيف لمستي النجاح؟ أو كيف حققتي هذا النجاح؟ بالممارسة وطبعا كان الشيء ويد صعب أن أنا وصل للي أنا أباه كان الكل رافض أني أنا أكون مصورة لكن تحديت كل شيء الحمد لله بفضل الله صبحت مصورة نعم يعني خلاص أنت وصلت إلى الهدف؟ الحمد لله أو لمستكمله؟ مستكمله مستكمله الأهداف دخلت العديد من الدورات مثل ما ذكرت ومثل ما ذكرت أيضا أنا في المقدمة وأيضا الورش نعم هل تعتقدين أن هذه الدورات كفيلة بأن تصنع هذا المصور؟ نعم بس الواحد لازم يأخذ أكثر من الدورة وأطمح أن أكون بعد مدرب معتمد وإن شاء الله أقدم الأفضل نعم المدرب المعتمد هل هناك من مواصفات أيضا معينة بالنسبة لهذا المدرب؟ أطمح أن يكون مدرب معتمد في مجال التصوير وأن أنشر خبراتي في التصوير للعديد من الناس إن شاء الله قريبا إن شاء الله آية نعم نشوف الآن دورات كثيرة نعم على وسائل التواصل الاجتماعي على اليوتيوب هل تعتقدين أن هذه الدورات اللي موجودة أكثر شيء على اليوتيوب هي كفيلة أنها تعلم هذا الشخص أساسيات التصوير أو حتى مهارات التصوير؟ كشخص في البداية يمدي يمدي الشخص يتعلم بعض الأساسيات لكن بجرد نظري كمحترف لا نعم ذكرة آية أنه لا قد ترفض من دخولها للإعلام نعم لكن شغفها وحبها وتحديها وإصرارها جعلها تتمكن نعم وتتحدى هذه الصعاب فلو نتحدث أيضا عن هذه النقطة ودراست أيضا تخصص مختلف نوعا ما عن الإعلام اللي هو علم النفس نعم نعم في البداية كنت حابة دخل تخصص الإعلام لكن كان رفض بالنسبة لأهلي وائد كبير ما في بنت تدخل الإعلام نعم تطلع ويها وتطلع في مجال التواصل الإعلامي لكن تحديت الكل والحمد لله بفضل الله اليوم أنا مصورة رغم أنه تخصص ما يناسب بحوايتي والحمد لله ما زلت مستمرة بها التخصص وشفتي الاستحسام من قبل أهلة شلحين لما نجحتي وأصبحت مصورة باحترفهم الحمد لله نعم أتعمقتي في مجال الإعلام آية يعني حتى البطايق الإلكترونية كل ما يتعلق بالإعلام فلو نتحدث أيضا عن هذه تجارة كونت أيضا آية تجارة خاصة فيها بالنسبة البطايق الإلكترونية وبطايق الدعوة وأيضا بالنسبة للتصوير فلو نتحدث أيضا عن التجارة في البداية كنت أصمم بيني وبين نفسهم ألقى وقت فراغ فشجعتني الوالدة أن أفتح مشروعي الخاص نعم ففتحت مشروعي الخاص وصممت بطايق كان قبول ويد كبير ملك والحمد لله فضل الله ثم فضل أمي ما زلت مستمر في الشيء وأطمح أن أقدم الأفضل ما أقول أن أنا متمكنة لكن الواحد يتعلم نعم كيف تشوفين أقبال الناس بالنسبة للبطايق الإلكترونية على فكرة آية حتى عندها رسومات إلكترونية يعني أي شخصية ممكن أن ترسمها إلكترونيا على هذه البطاقة وهذا الشيء دارج الحين نعم نعم فلو نتحدث أيضا عن هذه النقطة في البداية كنت أرسم عمري وأراويهم كانوا يقولون لا ترسمين لا ترسمين كانوا يحطموني لكن الحمد لله هذه التحطيمات بعد أن نتكلم عنها والانتقادات كانوا يحطموني يقولون لا ترسمين مو في حلوة لكن ما سويت لهم يعني سالفة بس الحمد لله اليوم وصلت للي أنا وإن شاء الله أقدم الأفضل جميل طيب الانتقادات لا بد أن تواجه الأنسان الناجح انتقادات يعني كل شخص تواجه بعض الانتقادات فيه انتقادات ممكن تشجع الشخص فيه بعض الانتقادات ممكن أيضا تحز من الشخص فلو نتحدث أيضا عن هذه الانتقادات آية انتقاد واحد الثر فيني وايد اللي هو تصوير جميل بحلو فالانتقاد وايد حسس أني أنا ما أعرف أصور قاعت بيني وبين نفسي أطالع الصور هل أنا ما أعرف أصور لكن الناس يشوفون كل واحد ونظرتها فقلت ليش أنا أهتم دام أنا أشوف الصورة حلوة خلاص هذا أهم شيء أهم شيء رايي أنا وكل واحد يشوف الصورة بعينه ويكون هذا دافع لتقديم الأفضل والأفضل فلننتحدث أيضا عن تطوير آية لذاتها كيف تطور آية من ذاتها بالاستمرار والعزيمة والإصرار بالاستمرار والعزيمة والإصرار وآية ما شاء الله دائما محبة لتصوير الطبيعة فلننتحدث أيضا عن إصرار آية لتصويرها الطبيعة كنت دائما يوم أطلع مكان أنا وكاميرتي فلازم أصور كل زاوية من كل مكان تكون كذكرة لهالمكان بالذات الطبيعة لأنها أماكن جذابة تجذب الشخص للتصوير نعم فكنت أصور هاللقطات عشان تكون كذكرة لي نعم وآية لا تميل إلى استخدام التأثيرات أو برامج التأثيرات أحب الصورة تكون كما هي ناس ما هي تكون ألوانها وكل شيء نعم نريد منك بعض أساسيات التصوير آية يعني هل الزاوية ممكن أنها تكون أهم من اللقطة نفسها نعم الزاوية أول شيء الزاوية الإضاءة المكان هكذا يأثر نعم ودائما ما شاء الله آية متواجدة في الفعاليات يعني هذه بعد نقطة يديدة قبل شوي سمعتها نعم تصور الفعاليات في المطقة الشرقية نعم فلو نتحدث أيضا عن تصويرت آية لهذه الفعاليات في البداية كنت أروح تطوع كمتطوع عادية فحبيت أن أصور فقلت لهم والحمد لله لحين كالفعاليات آية صورين لنا صورين والحمد لله تستهلين آية نعم أصبحنا الآن يعني معظمنا تقريبا أصبح يستخدم كاميرا الهاتف المتحرك يعني ما شاء الله أنتم كمحترفين ومختصين عندكم كاميرات احترافية نعم لكن نحن نستخدم كاميرات الهاتف المتحرك هل الصورة أو جودة الصورة في الهاتف المتحرك تكون نفسها في الكاميرا الاحترافية؟ طبعا لا طبعا لا في فرق وايد كبير اللي هو؟ الإضاءة والجودة الإضاءة والجودة بس فيه هناك بعض الإعدادات ممكن أيضا نحن نتحكم فيها من ناحية الإضاءة والجودة نعم نعم العدسة تكون وايد واضحة أكثر من الكاميرا فهذا الشيء في فرق وايد كبير وأنت مع الأشخاص اللي يجددون في استخدام أو في المعدات المتعلقة بالكاميرا؟ نعم نعم نريد منك ذكرت يعني الأساسيات التي تعطينا لازم آية طيب آية اخترنا أن هي الزاوية يجب أن تكون مهمة كيف أنا كمصور أختار الزاوية؟ لأن في بعض الأحيان يعني يتكلم عني أنا أو تجربة شخصية لما أصور زاوية معينة أحسها مبحر ولكني شخص ثاني يصور هذا المنظر أو هذا المكان من زاوية أخرى يعني تحسي أن لهذه الصورة قيمة فكيف أنا أعرف هذه الزاوية المهمة؟ أو هذه الزاوية تعطي جمالية؟ نعم أنا لازم أجرب أشوف الزاوية المناسبة والإضاءة كيف تكون لازم تكون الإضاءة على طول موجودة الإضاءة بعد ويد تلعب دور في التصوير والإضاءة لازم كيف تكون؟ عمودية؟ لا لازم تكون أوكي لا عمودية ويد ولا فخي تكون مناسبة هذه بالنسبة للمصورين يعني الإضاءة لازم تكون مناسبة أنت أيضا شعرة نعم محبة للشعر نعم نسمع شوي قصيدة بعد أن نستكمل موضوع الإعلام والتصوير إن شاء الله تحفظين أشعارت آية؟ إن شاء الله لا تحفظينها أو لا؟ حافظتنها يعني؟ نعم بس هل اليوم كاتبتنها آه اليوم كاتبتنها حديثة يعني كتبت قصيدة وجفت الأقلام وكل كلمة بكتبها حبرها زعفران يا طير برسل على جناحك سلام له الكلبة وكل العربان يلي لهم في قلبي معزة واحترام وارجل سموحة يا عاليين الشان يا سلام صحة لسانت ما شاء الله شعر؟ لا ما زالت نتمكنها يعني محبة للقراءات الشعرية؟ نعم نعم والشعر النبطي صحيح؟ نعم نقدر نقول من عائلة محبة للشعر؟ نعم في قصيدة ثانية بعد بسمعينها بعد شوي إن شاء الله هنزين طموح آية في المستقبل آية ما هو طموحك؟ أطمح أن أكون أمرأة ناجحة في حياتي وأطمح أن أقدم الأفضل عجلتي أطمح أن أكون مصورة ناجحة في المستقبل نعم إن شاء الله نعم نتحدث الآن عن التجارة الخاصة بآية آية الحين بحكم دراستها موقفة تقريبا لمدة أسبوعين بس نتحدث أيضا عن أقبال الناس بالنسبة للتصوير بالنسبة للبطايق الإلكترونية يعني تشوفين الناس الآن أصبحت متجهة أكثر لهذا الجانب اللي هو الإلكتروني وخاصة بالنسبة للبطايق وغيرها والشعارات نعم وايد أقبال جدا كبير لكن الشيء شوي متعب نعم انتقادات الناس وايد بس لازم الشخص إذا يحب الشيء لازم يستمر فيه فوايد حصلت انتقادات تقريبا مرتين سكرت الحساب على كلام الناس أنت حساسة آية في البداية لكن حسيت أن أنا قاعدة أسكر شيء أنا أحبه عشان كلام الناس فتحت الحساب هل مرة وحصلت قباله وايد كبير لكن كلام الناس ما زال مستمر والآن كلامهم يشجعني أكثر بالعكس صحيح الانتقادات في بعض الأحيان تكون خطوة ودافع لتقديم الأفضل والانتقادات ممكن من ناحية التحسين والتطوير آية طيب بخصوص الصورة ورسمك للصورة فلو نتحدث أيضا عن هذا التخصص وهذا المجال يعني هم يطرشولك الصورة وأنت ترسمينها في برامج معينة آية نعم نعم مثل شو البرامج التي تستخدمينها؟ برامج الرسم برامج الرسم؟ نعم البرامج العادي تبع الرسم؟ لا برامج مختصة برامج واحد هالبرامج يرسم شخصيات كارتونية أو شخصية عادية نعم نعم وحب أنت تطورين أيضا في هذا الجانب بالنسبة لبطاية الإلكترونية؟ نعم نعم أطمح أن نقدم الأفضل إن شاء الله أزيل الصورة الوحدة كم تأخذ وقت من آية؟ ساعتين تقريبا ساعتين متواصلات؟ نعم أيضا هذا جهد؟ نعم موكر أيضا نتحدث عن الأسعار آية؟ عادي كيف تكون أسعار آية؟ الأسعار الصورة مع الملامح 50 تقريبا بدون الملامح 35 يعني سعر أيضا مغري بالنسبة للأسعار الأخرى لنشوفها الآن في الساحة شو رايكم نسمع قصيدة؟ إن شاء الله نسمع قصيدة ما بين ربعي والقبيلة ودي يسجل معكم حضور والشف ما بد البديلة واللي زقرني قلت مشكور ودي الحلو دار جميلة فيها الثقافة لا عبادور تشفي النفوس اللي عليلة واللي سكنها عاش مسرور فيها الشجر دنب ضليلة رويان من يود المخيلة من كف شيخ كانه نهور تاج على راسي بشيلة شيخ الكرم ما قصر قصور أبو محمد من مثيلة حاكم له حكمه دكتور أمشي على صيت دليلة كل شيء في التاريخ مذكور صلوا على راعي الفضيلة شفعنا في يوم الحشو يا سلام صح لسانت وسلامنا لأهل وادي الحلو نعم آية يعني من وادي الحلو أيضا ومحبة لتصوير الطبيعة في وادي الحلو مثل ما نعرف أن وادي الحلو أيضا تتمتع بالكثير من المناظر الطبيعية الخلابة والجاذبة كل شكر لتشآية عندك كل مأخرة توجهنا للمشاهدين شكرا لتشآية راشد سالم المزروعي أمتعتينا اليوم بهذه المعلومات وهذه القصائد شكرا إذن مشاهدين إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم لقانا شاء الله يتجدد بكم يوم غد في حلقة جديدة بموضوعات مختلفة إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا عيش الأنصاري وتحيات جميع طاقم العمل بسرعبا